السلام عليكم حبايبي حبيباتي صلبة الصف السادس الابتدائي النهاردة نمازج استرشادية جديدة لامتحانات الصف السادس الابتدائي ويلا بينا الاول على تقسيم 8 شهر مارس والمقرارات بتاعته المرد انا على فكرة جابالكو نمازج يعني من الاخر كده نمازج كامل متكامل وسايبالكو نمازج في الاخر تقدروا تحلوه ده الانجليزي طبعا انا بدأ بيه مش محلوله بعد كده بحلو معاكو طبعا هيفي ونمبر 2 but it is over there ونمبر 3 they are cleaning up ونمبر 4 what are you doing نمبر 5 I do my homework نمبر 6 can you move the base نمبر 7 hello by the money on the table by the window أو by the door بالقرب من و this bag is so heavy ونمبر 9 زي ما نشايفينها last year she played the flute this year طبعا ده المدار ودي طبعا برضو مش محلوله وحنبدأ نحلها مع بعض قرأة التانية there is a box behind you where you نقط move the base it's so heavy I can't here I'll نقط the violin طبعا take the violin عشان خاطر will دي بيجي بعدها الفعل في المصدر how did السؤال عن الحال وبجاوب بحال اللي هو will he played the cello طبعا هنا ده برضو حال يبقى quietly علي is crying زي ما احنا وقفنا الحد عند علي نمبر 6 علي is crying he is بصوا معا نمبر 7 how نقط they play the flute how did اللي استخدمنا ددة عشان ماضي بصوا معايا نمبر 8 I can't play the violin will نمبر 9 صالح plays عشان نمبر 11 my grandfather طبعا he walks slowly نقط نقط is the schools طبعا when 14 can you play the record ونمبر 15 when was the performance ندخل على بعد كده I play زبيانو عشان everyday دي مضارع بسيط وهاتلي نمبر 4 كده please نمبر دي كده جملة امرية وبعد كده عندك نمبر 7 ماريام was the solist اللي هي العزف المنفارد وخش في نمبر 11 I can run quickly وعندك 14 كمان what kind وففتين وي برفورم ميوزيك باي موزارد دي كده عندك مراجعة شاملة على يونت سيكست آآ سيكس لبعده زا كورس سانجول طبعا دي نمبر ون بص كده على نمبر فور I can't lift زا مش حعرف ارفع الفيل لنوت قيل بص على نمبر نين what can you do will بص معايا على نمبر آآ تولف I washed the car badly وبص معايا على نمبر فورتين can you play دي كوري طبعا كان دي هات سؤال ف من خلال فعلة في المصدر السؤال ده متكرر ممكن ييجي وبص معايا كمان على نمبر سيفن كده they play the flute يبقى how did they play الزفلوت السؤال بدد متعدد التخصصات عربي زي ما انتم شايفينه والمدرس عربي اللي حلوا معايا وطبعا زي ما انتم شايفين انا عايز اقول انه الحقيقة الناس بصراحة خدموني كتير شكرا لكل مندرسين اللي تعاونوا معايا دي لغة عربية ودي تكملة عليها اللي هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا زي ما انتم شايفين ده شكل او نص الامتحان او الشكل ان شاء الله لنموذج الاسترشادي اللي هي الشكل بتاع الامتحانات اللي هي بتاعة آآ شهر مارس اللي ستنى ستة تمام وحتلاحظوا انه السؤال بتاع العربي عشر اسئلة خمسة فوق وخمسة ايه نفس الكلام في الرياضة ده ماس على فكرة بس هو الرياضة بتاعتكم وده انجليزي برضو وطبعا دراسات آآ برضو ماس وصاينس علوم تمام انا حليه على فكرة وبعد كده هتشوفوا معايا دلوقتي اللي هو انا على فكرة سايبالكم امتحان في اخر الفيديو عشان تحلوا لوحدكم ده كده حل امتحان الماس وحل امتحان الساينس وسايبالكم سؤالين تحلوا من لوحدكم كده شطار تمام آآ حناخد بعد كده شكل من اشكال الامتحانات اللي هي اللي هي النموذجية اللي هي الاسترشادية ده الانجليش وده الدراسات الاجتماعية برضو سايبالكم سؤالين بتاع احمد عرابي ومين اللي رفض مشروع ماد امتياز شركة قناة السويس سنة 1910 ده تمام كده بعد كده عندك كمان اللي هو اللي انا حبيت اجيب لكم ورق مدرسين حساب مش محلول وده كده الدرس الاول بتاع الحرية المسئولية مدرس عربي برضو مصبطه بشكل زي من شايفين تقدروا تطلعوا عليه وده جميل جدا مش هاد اقرار لكم ده كله وجايبالكو كمان معايا الاسماء الخمسة برضو بنفس الفكرة بحيس الناس اللي هي حبة ان هي تشوفها وتشتغل عليها وتذاكرها ده تلخيص تلخيص لدرس لمنهك شهر ثلاثة ادعوه لي بقى وطالما وصلته معايا للرياضة بالطريقة ديت ودي شغل المدرس شاطر جدا لو سمحت بقى شير ولايك وسبسكرايب والكلام اللي انتو عارفينه ده كل ده بقى اللي امتحاني اللي تلكوا عليه في نهاية الفيديو وده طبعا مطلوب منكم ان انتو تحلوه لو حابين تحطوني النمازج منه في الكومنت وان شاء الله هراجعوا وارد عليكم وطبعا انا مش عايزة اقول لكم انا بتمنى لكم كل خير طبعا تنسو الشير ولايك وسبسكرايب مع تحياتي السلام عليكم